هل تعلم ما الذي سيحدث لجسدك لو ابتلعت العلكة؟ مرحبا أيها الرائعون مرجح أنك عندما كنت طفلا قد سمعت الإشاعات التي تقول أنه عند ابتلاعك لقطعة علكة فإنها ستظل ساكنة في معيدتك للأبد أو ربما أسوأ من ذلك قد تنمو هذه العلكة وتصبح شجرة مطاط في معيدتك حسنا هذا صحيح ولا أنصحك بابتلاعها أو ربما لا ابتلاع علكة لن يجعل شجرة مطاط تنمو في معيدتك فأنا أجربها دوما ولكن هذا ليس سببا لكي تكون هذه عادة لك وإليك ماذا سيحدث لجسدك عندما تبتلع العلكة عندما نتناول الطعام العادي تبدأ ثلاث عمليات في أجزادنا في العمل لتخويل الطعام إلى وقود العملية الأولى معروفة وهي مضغ الطعام وهي عملية تقطيع الطعام إلى أجزاء أصغر وأصغر لزيادة مساحة السطح وفي نفس الوقت يقوم اللعاب بالسماح للإنزيمات في المساعدة في طحن الطعام وأخيرا عند ابتلاع الطعام تقوم أحماض المعدة بتحويل أي جزء من الطعام الصغير المتبقي إلى عصيدة الأمر الذي يسمح للطعام بالمرور في مسار معيدتنا الهضمية بلطف لكن العلكة لا تسري عليها هذه القوانين فكلما مضغتها أكثر لا تتحول إلى أجزاء صغيرة وعمر العلكة أقدم بكثير مما تعتقد فخضارة المايا والإستيك كان لديها محصول مادة صمغية من شجرة السابوديلا وكانوا يجففونها للمضغ ويمضغونها لدرء جوعهم حتى بعد فترة عرفت هذه المادة كمنعش لرائحة النفس ومع ذلك معظم أنواع العلكة مصنوعة من البوليمر الطبيعي أو البوليمر الاصطناعي وهو معروف بالاستخدام في العديد من المنتجات مثل المواد اللاصقة والألياف الصناعية والبصريات وشرائط الأفلام ومانع التسرب والجليدة اللاصقة والمتفجرات والمعدات الرياضية والأسطح وسدادات العبوات والإطارات لكن لا تقلق المطاط في علكتك لن يجعلك مريضا وهذا بسبب أنه لا يمكن تفتيتها وقطعة العلك الممضوغة سوف تصطدم بجدار معيدتك ولا تستطيع إنزيمات اللعاب أو أحماض المعدة المساسة بالمطاط في العلكة لكن هذا لا يعني أن العلكة ستظل عالقة في معيدتك وسيقوم جسدك بسرعة بالتعامل مع العلكة بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع الطعام الذي لا يستطيع هضمه بالكامل مثل الذرة وبذور عباد الشمس وستقوم عضلات المسار الهضمي بتحريرها عبر المسار وأخيرا يتخلص منها جهازك الهضمي خلال يوم أو يومين لذا بالطبع لا تظل العلكة في معيدتك إذ ابتلعتها لكن لا تتخذ هذه الأسباب سببا لابتلاعك العلكة بكميات فكلما زاد عدد الكمية التي يجب على الجسد التعامل معها هذا يرفع من احتمال تراكمها وتكتلها وهذه الكتلة من العلكة من المحتمل أن تسد المسار الهضمي مسببة انسدادا معويا يؤدي لألام في المعدة أو انقباض معوي وهناك اسم لطيف لهذا الانسداد وهو البازهر وهناك فتاة تبلغ من العمر 18 عام عانت من بازهر تسبب في انسداد معيدتها وتبين أن سبب المشكلة ابتلاعها خمس قطع من العلكة كل يوم وكتلة العلكة أصبحت ضخمة لدرجة أن الأطباء اضطروا لتقسيمها إلى قطع صغيرة حتى يتمكنوا من إخراجها من معيدتها قطعة قطعة لكن مضغ العلكة فقط ليس بالضرورة أن يكون ضارا لصحتك وبعض الدراسات أثبتت أن مضغ العلكة يساعد على الاسترخاء نتيجة لأنه يخفض معدل مستويات الكورتزون وهو هرمون الضغوط المعروف في اللعاب لذا يمكن الاستمتاع بها ولن تكون وحدك فحوالي 56% من الأمريكيين يمضغون العلكة بمعدل 280 قطعة لكل منهم في السنة الواحدة وهي صناعة ذات أرباح تبلغ ملياري دولار في أمريكا وحدها لكن كن حذرا أن تبتلع العلكة وغالبا قطعة واحدة من العلكة لن تضر لكن مع كل الذي يفعله جسدك من أجلك لماذا تضع عليه حملا آخر وأيضا لا تلقيها على الأرض فهذا خطأ فادح وأخيرا أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم ولا تنسوا دعمنا بلايك وشير ومتابعة صفحتنا أتمنى أن تنسوا دعم المساعدات لأنتظر